إن بيدخلها مرتاحة بلغة الكرة خلاص هم قاعدوا في الدورة خلاص بنسبة 100% معهم مدرب بقولوا فترة شهرين ثلاثة محفظهم على طريقة لعب معينة بيبدأوا كرة من تحت وبيلعبوا وما بيخفوش بيعتمد عن نشئين مطش بكرة نشافل هو صعب وسهل صعب لو نادل أهلي ماهتمش بالمطش 100% وسهل لو نادل أهلي نازل مركز زي زي كل مرة بينزل عايز يخلص من بدري عايز يجيب تاتا بون مهتمش؟ هل موقع ينزل ماهتمش؟ أنا فاهم طبعاً لك يعني مش مد المطش ترجيز مية في المية يعني ما هو راح MB غير ما راح لوداد هو راح MB غير ما لعبه راح الترجي فلازم يبقى مركز مية في المية كل تفصيلة سواء ترجي وداد MB نادل أهلي هو كده نادل أهلي كده لازم تبقى مركز في كل تفصيلة يعني الناس مش هتقبل بقلي من فوز مش الناس مش هتقبل دلوقتي بقلي من اللي انت فيه يعني لو انت قليت الناس هتزعل ما قال انت بقى لك تسع عشر ماتشاط ماشي كويس جداً وماشي برتم كويس جداً فلازم تبقى محافظ على الرتم ده اللي بيلعب أساسي أو اللي هياخد فرصة كل الناس لازم تبقى محافظة على الرتم ده عشان تبقى حابب تبقى موجود وحابب تمثل تشير تنادل أهلي فلازم تبقى مركز في كل التفصيلة الصغيرة يعني علي معلول رأيك في أداء علي معلول يعني نفس المكان اللي هو كان بيلعب فيه اللي انت كنت بتلعب فيه يعني علي معلول اللعيب كبير اهو كبير لعيب من اللعيبة اللي أنا بحب أتفرج عليها جداً عنده حلول عنده شخصية بيعجبني فيه جداً كابتن برضو اللي هو حسب موجرات الماتش يعني ممكن في المؤول الماتش مثلا النادل أهلي خش في جون لا هو مركز النادل أهلي كسبان هو مركز يعني تلاقي اللعيب الوحيد أو من كتر اللعيبة اللي تلاقيه الخمسة وتسعين ديها كابتن بيليديلك بنفس الرتن وحاجة مميزة كمان في علي معلولة كابتن اللي هو لو 34 أسبوع مثلاً علي لعب 32 هيديلك تمانية من عشر طول الوقت طول الوقت تمانية من عشر علي معلولة لو وحش قوي هتديك ستة فده اللعيب الكبير ده اللعيب المميز ده اللعيب اللي هو الناس طول الوقت هتفتكرهم ده كلام مهم جداً اللي انت بتقوله ده جداً لعيب نادل أهلي كابتن انا شايف اللي هو مش هيلي من تمانية عشر ابن نادل أهلي من ستة لتمانية يعني لا تمانية طول الوقت ستة لو انت وحش اه يعني ما انا بقولك من ستة لتمانية اه ستة لو انت وانهارده في حاجة غلط ستة مش مش اتنين مش تلاتة اه لانت مش نادل أهلي النادل أهلي تمانية تسعة عشرة من عشرة سبعة من عشرة لو انت وحش النهارده ومش يومك ستة من عشرة اه المطالب طول الوقت يكسب المطالب طول الوقت يجيب بطولات اليوم اللي انت تبقى وحش فيه هتبقى 3 من 10 لا يعني لديناش الكلام ده يعني مثلا زي مطش تندون نادل قالي كان كله يوم مش يوم وخالص لما الاهل خسر لا لعبه فاق بسرعة بطش عطول بعدها باربعة يام لدينات قلبت بمعنى الكورة يعني فلازم تفوق ما ينفعش تبقى انت في النهاردة خسارة فانت دماغك تتشتت او لا ادى نواحش ايه في الصفحة والديني 8 من 10 والديني 9 من 10 انا شايف اللعيب المميز حتى في اوروبا مشيستر سيتي ولا ريل مدريد ولا اي حد بيجيب بطولة لازم اللعيب المميز بيباليه سعر لازم يديك 8 من 10 كل ما يوضع شكرا طيب امبي على رغم انه باع عدد كبير من اللاعبين مصطفى شلبي دينو بيتر على ما اتذكر جون ابوكا مجموعة كبيرة من اللاعبين ولكن اعتقد ان المستوهم يعني تأثر في بداية الموسم ثم عادة سريعا هو امبي طول الوقت وانا ما كنت موجود في امبي لعبت 10 سنين وكنت كابتن النادي طول الوقت اعتمد على النشئين يعني عنده قاعدة نشئين هاي لكابتن اسلام وكابتن امام محمدين نعينه برضو حلوة جدا في اللعيبة وبيطلع لعيبة كتير جدا من تحت وبيبقى هو أصلا قبل ما يتعاقتوا مع المدير الفني بيبقوا مهتمين جدا اللي هو بيبص على قطاع النشئين فالسنة دي بصراحة عاملين حاجة ميكس حلو جدا اللي هو جايبين نشئين على لعيبة خبرة أو أو كذا لعيب في الفرقة جايبين العجوز لعيبة عندها دلوقت خبرات مع 4-5 من النشئين عاملين ميكس حلو جدا بس كان في أول الموسم ما كانوش لسه دخلوه مع بعض لسه مفيش انسجام خالص بس كابتين تامر جي بقى عملهم الانسجام وخلى فيه سيستم تامرين وفيه سيستم ماتش وخطة لعب اللعبة نجحت عندها الباور وعندها الفكر التكتيك هوهم صغرين نفس الفكر التكتيك بتاع الفريل الأول فهولا اللعبة ماشية كويس جدا وأنا أعتقد لو كابتين تامر مصطفى قاعد بعمل السنة الجاية هيبوا في حتة كويسة جدا أخيرا أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في أمبي عندهم أنا عارفة بتتفرج دائما على طول بتتفرج على الدور كل وتتفرج على أمبي دور كله طبعا عندهم قفة لعيب فرود راس حرب لعيب هايل جثماني تعالى تقالي على قفة ده على إبراهيم على مقتزك آيوة كماسكو في الشراء الدخان صح كماسكو في الشراء الدخان يبقى كابتين على إبراهيم لما جاء قفة لعيب فرود بمعنى كلمة فرود التسعة اللي هو اللعب الجثمانية يلعب دماغه كويس بيحجز كويس ده لعيب مميز جدا كل الكوار العرضية بيبقى يعني خطرة عندهم علي فوزي الباكرايت لعيب برضو مميز جدا بيعمل كوروسات خبرة جدية ولعيب مميز دلوقتي بقى عنده خلاص بقى أربع خمسين في دور ممتاز وبيلعب بصفة أساسية بقى عنده الخبرات اللي هو يبقى لعيب مميز ولعب ماتشاك كتير مع الأهل والزمالك ولسه كان جاي بجون قدام الزمالك من شهر ونصف فلعيب مميز ماتشاك النهاردة شباب قولي قبل ما نسيب كابتن عمر عملت ايه فضل عنده لعيب العجوز برضو نصف ملعب لعيب هايل عنده شاك شاك لعيب هايل أنا شايف في نقطة ضعف امبي في الدفاع برضو ما بيقفوش ما بيقفوش صح في الكوار السابتة كابتن اسلام الكوار السابتة عندهم ما بيقفوش مية في المية الاختراقات من النص في المساكين برضو بيبقوا بطاقة عندهم اتنين مساكين بطاقة شوية فهي دي أكتر عيبهم بس وما كان لعيبة كوالتي النص الأمامي من نص ملعب النص الأمامي لا بيينفزوها كويس جدا جدا